الآن بالنسبة لفرق بين شفط الدهون وشد البطن شفط الدهون نحكي هنا الفرق بين شفط الدهون بمنطقة البطن وشد البطن الآن للتخلص من التجمعات الشحمية المعندة على حالات فقدان الوزن يجب أن نختار الشفط ويكون الوزن قريب من الطبيعي أو على الحدود العليا للوزن الطبيعي نعمل سقوب صغيرة لا يفيد الشفط بعلاج الترهلات الجلدية أو إذا كان عندي ضعف بعضلات البطن مثل حالات بعد الحمل فلازم نعمل شاد بطن لا يفيد بحالات زيادة الوزن الشديدة لهن بهالحالي لازم نلجأ لجراحة البدانة مثل تصغير المعدة ومعارسة الرياضة بعد شفط الدهون لا يفيد أبدا بشد الجلد المترهل ولكن قد تفيد في شد عضلات البطن بالنسبة لشد البطن هو إجراء ممتاز لعلاج الترهلات بمنطقة البطن التالي للحمل الولادة أو بعد خسارة وزن شديدة يمكن أن يترافق مع شفط دهون خاصة لمنطقة الخاصرتين يتم ذلك من خلال إجراء شق على شكل قوس بأسفل البطن يسمح باستقصال الجلد الزائد مع تصنية وشد عضلات البطن يترافق عادة مع نقل السرة ترجمة نانسي قنقر